احالة كروان مشاكل المحاكمة الجنائية بسبب فيديو المطبخ اللي صوره مع انجي حمادة اهلا بيكم متابعين قناة سيف تريند قرارة الجهات المختصة احالة التوكتوكر كروان مشاكل المحاكمة الجنائية وده بتهمة التحريض على الفسك والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري وده من خلال انه بس فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك بيتضمن ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا وهي انتهاك او تحريض على الفسك والفجور وده لان بعد ما تعمل بلاغ في كروان مشاكل وانجي حمادة القضية دي خلت جنح في التجمع الاول بعد ما تم توجيه جهات التحقيق لكروان مشاكل اتهامات عديدة منها الاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وكمان انتهاك حرمة الحياة الخاصة وانقر بسه لمقطع الفيديو او لايف على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وكمان تيك توكر كروان مشاكل اعترف امام جهات التحقيق ان هو مهربش بعد ما تم القبض على شركته في الفيديو اللي كان متصور فيه المطبخ انجي حمادة وان هو راح لاحد القرى بمحافظة سهاج علشان يزور خلته واسناء تواجده عند خلته تم القبض عليه بناء على اذن كان صادر من النيابة العامة بضبط احضاره على خلفية القضية اللي بتتهم كروان مشاكل بالتحريض على الفيسك والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري وده كان موضوع حلقتنا النهاردة عن احالة كروان مشاكل المحاكمة الجنائية بعد فيديو انجي حمادة في المطبخ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واتشرفنا باشتراكك في القناة